خليه أنت كنت بتتكلم على كابتن حسام حسن وحسن علاقته بالنادي الأهلي في الوقت ده كان عندك تعليق على تصريحك كابتن حسام في جزئية أنه هو كان لعف نادي الأهلي وعف بعد كده في نادي الزمالك والأمور بالنسبة له كان بسردة بشكل أنت شفته إزاي استشفت منه النبارح أنه هو يعني بيقولك أنه في النادي الأهلي محترموش تاريخي ده فعلا ده حصل واخد بالك ومشكلة جمهوري النادي الأهلي أنه بمجرد من بعد الوقع بتاعت الكابتن طارب وزيت وربيع ياسين وعداء ميهوب ومحمود صالح من بعدها جمهوري الأهلي تحس كده أنه أي قرار بيأخذ النادي الأهلي هم في دهره وخلاص وينسوك أنت بقى كلعيب ولا إنجازاتك ولا بتاع وشك وشك دهرك سلام عليك وخلاص تبا وحيش يا كابتن أن الجمهور يبقى وقف مع مجلس دارته ولا حبيب قلبي ماشي أنا بس أنا أنا مليش دعب الجمهور جمهور على عينة وعلى راسة أنا أكلمك على مجلس الإدارة احترم تاريخ الناس أولا تدفعتي لما هتيجوا تقول لي بطل هبطل ولا مش هبطل غير لما أنا أتفاجئ من الجمهورية جريدت الجمهورية بالليل إن أنا خارج القيمة نفس الكلام حصل مع إبراهيم وحسان نفس الكلام حصل مع شبيب لا بس كانت إبراهيم وحسان كان لهم يعني مشاكي كتير قوي مع كتاب سابت حبيب قلبي إنت بس بس وأنا تذكرها وأنت عارف طبعا ماشي بس دي كلها حاجات في الشد وفي الكورة وفي العصبية ومحنا كنا في الملعب وبنشوفهم وأخذ بالك وحنا كنا بنشفك عليهم لأنهم ما بحبوش يخسروا كل الكلام ده وأخذ بالك بس هو بقى خانوا مبارح التوفيق في حتة لما بيكلم على جمهور نادي الزمالي دي بصراحة أنا يعني بعتب عليه لأنك أنت من اللاعبة الأوليلة اللي الجمهورين بيحبوك أنت ليه بتخسر جمهورنا الزمالي يقولك أن أنا جبت الجون وكت مكسوف لا طبعا أنا لما كانك وأنا بلعب في النادي الآلي وجبت الجون في الزمالي أنا هاجر وأفرح وأعمل كل حاجة ده حقي لأن أنا تظلمت وإنت بتقول أن أنت تظلمت وأخذ ده وأنا دلوقتي بلبس الفانيلا مثلا بتاعت النادي الآلي أنا انتمائي لها مليون في المية بلبس فانيلا نادي الزمالي الانتمائي لها مليون في المية فانبرح ما عجبنيش الحوار بتاع الحتة بتاعت أن أنا كنت جبت جونين في مطش أهل وزمالي وكنت مرة كنت ناحي جمهور الأهلي الأهلي مش يرجعك ولا جمهور النادي الأهلي يرجعك أنت بتخسر ليه جمهور الزمالي وبعدين على فكرة لو قعدت من هنا للسنة جاية حسان مش تنده وتعمل كل أحاديث وتشكر في النادي الآلي مش هتمسك مدرب أنت مفروض الولاء والانتماء لنادي الزمالي لأن بعد ما لعبك كورة وخلك نجمي النجوم وخلك كملت أن جابك بقيت مدرب مرتين مش مرة النادي الآلي مدلكش الفرصة دي احنا بنتكلم بمنتهى الوضوح والشفافية واخد بالك لا نادي الزمالي عملك عملك اسم في التدريب عملك اسم وانت لعيب كبره اه انت جاي كبير وجاي نجم مصر طبعا نجم مصر وما حدش يقدر تكلم كملت مع نادي الزمالي وجبت معه بطلات لا هنا بقى لا جمهور الزمالي لحق أنه يزعل ويدايق منك لأنك انت جمهور الزمالي حبك أكتر من جمهور الآهل إن جمهور الآهل أول ما انت مشيت صفحة وتقفلت صفحة وتقفلت لا بس ما زال جمهور الآهل يفاكر البطولات كتن حسام حبيبي ما اختلفتش معاك والشغل اللي كان بعمله هو كتن بريد مسيقه مدرب لا هو كس مختلف برضه خروجه برا النادي وبعض الأمور اللي حصلت هو خرج بظلم هو خرج بظلم ولا بمزاجه مين اللي قال له امشي مش النادي الأهل اللي قال له لا تمام تمام صح؟ طيب النادي الزماليك فتح لك بابه لعبت وجبت بطولات انت كتاريخ محدش يقدر يجي نحيي التاريخة بس لو انت مدرب لا النادي الزماليك هنا خلى اسم حسام حسن بيترشح في المنتخب مدرب منتخب مصر حشان مسك النادي الزماليك بس هو عمل شغلي كويس مع النادي الزماليك ما ننكرش بقى ان هو مدرب كويس حبيب قلبي النادي الأهلي ما تدلوش الفرصة دي فانا عايز ايه انت جمهور حبك هنا وهنا ما تخسرش ما تخسرش الاتنين قص احنا عارفين ان انت مثلا ما خرجت وشلت الفنلتين والكلام ده انا عارفك ان انت عاصبي وانا برضو نفس الكلام عاصبي فيه وقت من الوقت لما هغرج عن شعوري انا مش عارف انا بعمل ايه بس جمهور نادي الزماليك له حق بس هو ده اللي خانه التوفيق في الحتة دي ان انا بجيبه جونه بقى مكسوف النادي الأهلي مش هيقدك النادي الأهلي مش هيمسكك انه مكسوف يعني مش عايز يفرح يعني ان هو جاب جونه هو بقى يعني لا اقول انا بقولك انا لو كنت وانا في النادي الأهلي جبته جونه انا هخرج من الملعب اجري مش هسلم على حد كل لحد عنده تفكير او كابتا الرضا يعني كابتا علاء ما يهوب برضه عشان لو نتذكر وجاب جونه في النادي الأهلي الرجل بكى فبالتالي كابتا ده ليه لانه متربي من وقف اقطاع ناشئين لنادي الأهلي غايت لما صعد فريق اول وعمل بطولات يعني كابتا حسام مش عنده كم سنة كابتا من النادي الأهلي تلاتين ماذا يعني في الوقت ده في الوقت ده كانت الادارة بتفكر وانا هقولك التفكير في الوقت ده ان انا كنت طالع ومعايا احمد بلال ومجموعة من الفراودة فهم عايزين الجيل الجديد اللي كان ياخده وخصوصا ان احنا كنا بتدرينا نلعب فكابتا حسام كان التفكير في الادارة انه لأخلاص في البديل طيب راح الناحى التانية قصر الدنيا وخد دوري واثنين وخد بطوء كاس ومش عارف بطولة عربية وحق بطولات بس تربته فيه وإحساسه ما ليش دعوة انا دلوقتي انا لو منه ولاقي وانتمائي للناس اللي هي اديتني الفرصة وبقيت مدرب وبترشح لمنتخب مصر من خلال النادي الاهلي مدنيش الفرصة دي كابتا ازاي كابتا انا انت اهلاوي بقى براحتك اهلاب بقى دافع براحتك انتماء للنادي هو في حد ممكن يغيرنا دي ممكن حد يغيرنا دي انت زمالكوه فضلت زمالكوه ماشي انا زمالكوه فضلت زمالكوه لو النادي الاهلي لو النادي الاهلي لا معلش لا كابتا حب لنا احب نادي حاجة وافضل احبه حتى لا اولان خلاق بقول لك هو مجلس إدارة المشى ومشى شوبير لو المالين أهلي لانوان مالين أهلي يا كابتن رضا مالي الكيان والجمهور بان كابتن حسان مش هو أنا بكلمك على الجمهور دلوقتي أنا بكلمك على جمهور الأهلي أنا بكلمك على الإدارة والمعاملة اللي مفروض تتغير لغاية لغاية أنا بأحب الكيان بأحب وزعب نتعايز وانا بأقول لك لا وانت لما اتجيب جنين وتقول لنا زعلت وانت بتضحك علي ولا بتضحك على سبول الزمالك